بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا بكم عزيزي طلبات وطلبات الصف الاول اعدالي. معكم من صفحة رغبتي من القناة زكرة لحسابه. نهاردة ان شاء الله هناخد درسة هندسة اللي هو بيتكلم عن المسلس. المسلس من الدروس السهلة والبسيطة بس عايز بس تركيز لمدة آآ سبع دقايق. بس سبع دقايق عايز اتركز معها سبع دقايق. آآ لانه درس مهم واللي انت بتاخده فيه ده ما ينفعش انك تنسى. لانه الهندسة او الرئيال عملا تراكمية. آآ انت مطالب بها حتى افتانيها داتي. الدرس السهل هو بسيط مش هقول لك صعب. ما باش حاجة اسمها صعب. تركز وافهم. آآ وقف الفيديو. رو هحمل لك كده كوباية شاي حلوة كده. وركز معي. بسم الله الرحمن الرحيم آآ المسلس. طبعا احنا عارفين ان المسلس ده لو هنرسم مسلس كده. ده مسلس كده قدامنا كده. تمام? تمام? انا عند المسلس ده مسلا ليكن اسمه الف بق جيم. المسلس ده تقطى المسلس ده طبعا يا شباب عنده تلت زوايا. وعنده تلت اطلاع. ده اسمه ضلع. وده برضو اسمه ضلع. وده برضو اسمه ضلع. هتقول لي ماشي تمام. وعنده تلات زوايا وعنده تلات روز. مجموع قياسات الزوايا ده اولاد اللي جوة ده هي بتاعت المسلس لازم ان يطلعوا مية وتمانين درجة. وده قانون او قاعدة بتخدتها في سهربعة بتقول ان مجموع قياسات زوايا المسلس الداخلة يعني كلها البرة ديت بتزاوي مية وتمانين درجة. يعني مفروض ده يكون الزاويا دي مع الزاويا دي مع الزاويا دي التلاتة لازم ان يطلعوا بمية وتمانين درجة. زي ما يكون مسلا انت واخوتك انت واخين ليك. مية وتمانين جنيه هتوزعه عليك انتو تلاتة. بالنسبة معينة. السؤال دلوقتي اللي باطرحه عليك. السؤال دلوقتي اللي انا باطرحه عليك. الاسائل اللي بتيجي في ايه? طبعا انت عندك هنا التلت زوائي لازم نطلعه بمية وتمانية درجة. تمام? تعالى بقى. قلعب علاك شوية في الحاجات اللي زي دي. لو انا قلت لك يا حبيب قلبي ان ده الزوى دي باربعين. والزوى دي بخمسين. يبقى الزوى ده بكام? يبقى الزوى دي بكام? دي هتقولي هلم فوق دي معدي. واللي يطلع اطرحهم مية وتمانين اجمع دي معدي. واللي يطلع اطرحهم ايه في الحاسبة? تسعين نقص الناس تسعين. حتى بكتبه فالإجابات في الامتحاد. تسعين نقص التمانين. ازاي يعني ده? ده رقم صغير جهاترح منه رقم كبير? صعبة يعني. انا بقول ايه? انا بجمع دي وبجمع دي واتريح من مية وتمانين. يبقى مية وتمانين ناقص التسعين. هيطلع لي بكام? هيطلع لي بآ تسعين. مفروض دي طبعا تطلع بتسعين درجة بس يعني شكلها غلط يعني. مفروض مش مشكلة مهم هتطلع دي بكام? بتسعين ايه? درجة. تمام تمام? طيب ايه? لو انا قلت لك ان ديت بتمانين ودي بخمسين. يبقى لهيب كام? برضو نفس الكلام هجمع دي واجمع دي واترحهم من كامل مية وتمانين. موضوع كده مصعب. يبقى كده مية وتمانين ناقص المية وتلاتين. يطلع لي كام بخمسين درجة? يبقى دي بخمسين. طيب اركز معي في اللي جاي دي بقى. تمام? قلت لك ان الزاوية دي بتمانين. والحطة دي والزاوية دين دول قد بعض. يعني ده ده. وده نصيبه كاما? وده نصيبه كاما? بالراحة خلص كده. لو انا قلت ان الثلاث افراد دول. التلاتة دول مع بعض معهم مية وتمانين جنيه. الولد ده معا تمانين جنيه. يبقى ده همت معه كامل? بس بالتساوي. قسم بالتساوي. قلت لك ان ده قد ده. هجلوا مية وتمانين ناقص التمانين دين مية. المية دي توزعنا هم لاتنين. بده بخمسين وده بخمسين. ده بالزبط اللي هنعمله. مية وتمانين ناقص الخمسين يديني مية. المية ديت هتتوزع على دو ده. يبقى مية على تنين. هيدين ندب خمسين وده ندب كام? بخمسين درجة. كده حاجة صعبة? لأ. يبقى لاجب لك زاوية تن? اتمعهم واطرح مية وتمانين. لو اجب لك زاوية برضو اطرح مية وتمانين وطلعهم اسموا على ايه? على تنين. تمام. كمان مسألة زيها برضو. تمام? لو انا جات قلت لك شوف بقى بيعني بلعب عليك في حاجة زي دي. قلت لك دي بتمانين. قلت لك دي بستين. يبقى نهيب كام? ركز بقى في الجاي ده بقى. هتقول لي يا مصر اتمتل لسه مساحة دلوقت. هجمع له اجمع ده وطرح مية وتمانين. كويس. يبقى تمانين وستين بمية واربعين. اقول مية وتمانين ناصل مية واربعين يبقى دي بكام? باربعين. يبقى دي بكام? باربعين درجة. تقول لي ايه الجديد يعني? ايه الموضوع يعني اللي في الجديد? قلت لك بقى الجديد بقى? امتجا لك هنا امتحت لك هنا اتنين سين. ايه ده? ده كده صعب طاقة? ولا صعب طاقة ولا حاجة. نفس الكلام برضو. تمانين زائد ستين? اجمعها مطرح مية وتمانين. بس كده? لا بس اللي يطلع اقسموا على الاتنين. مش اضربوا في اتنين. في طلبة كتير. اول ما بزنا يوم ضارب. مش عادف. يوم اي اي رقمين يضربوا مخلاص. يعني انا برضو كنت كده وانا صغير. يعني. اي حاجة اهم ضربها. يبقى تمانين زائد ستين مية واربعين. اطرح مية وتمانين. الفضل لك باربعين. الاربعين دي اقسمة على الاتنين. يدني عشرين. يبقى قيمت السين هنا بعشرين درجات. طب قلت لك دي بخمسة. يبقى تامنين زائد ستين يطلعنا مية واربعين. مية واربعين نصمية وتمانين الدين. الاربعين دي اقسمة على الخمسة. اربعين دي اقسمة على الخمسة. يبقى تمانين. يبقى قيمت السين هنا بتمان درجات. صعبة? صعبة? لا مسترك يا تمام اوي. يا رب يكون فاهم. لا مستر انا فاهم كده. طب الحمد الله. طيب قلت لك بقى دي بتننسين. قال لا. قلت لك دي اقبسين. وجيت قلتلك دي سي دي سي دي سي دي بتنسل وكلا تلاتة سن قلتلك دي برضو مسلا تلاتة سين. يبقى اقول لك هنا قيمت السين بكم درجة? طيب ما احنا كنا كويسين. لازم يعني اسألة زي دي اه. هاه? يبقى الزوى دي بكم? يبقى قيمت السين هنا بكم? قال لا. ده التلاتة دول لازم نطلع بمية وتمانين. تمام. التلات مسائل دول او التلات زوائد قصدي? لازم نطلعه بكم درجة? بمية وتمين درجة. طبعا انا هعمل ايه? بسيطة جدا. ايه? ده بقول لك ده باتنين سن دب سن ودب سن اجمعهم. اجمعهم ومتراحهم بمية وتمين. يبقى لاتنين سن. ودي واحد سن على فكرة بس ما بتكتبش. اتنين زال تلاتة خمسة. خمسة زال واحد ستة يبقى ستة سين. وسويها بمجموعة الكياسات كلها على بعضها بمية وتمينين درجة. وقسم على اللي قدام السن ستة زي ما قلنا دلوقتي. دي تروح مع دي. ياواها كيمة ستة. مية وتمين على الستة. هنا تمانين. تمامتاشة على ستة وهي clairتة والصفر ينزلي بقى تلاتين درجة يبقى كيمة السن بتلاتين درجة. يبقى كيمة السن هي بكام? بتلاتين درجة. طبع قلتها انت عايز كيمة او الزوية رعد غيطة دي تلاتة سين يعني التلاتة مضروة في السين اللي هي بتلاتين. ايدي بتساوي كم? ستين درجة. يا بنا مجي يقول لك سينات? اجمع التلات دروب مع بعض واساوهم بالمية وتمانين واقس مع اللي قدام السينا. تمام? لو انا جيت في نفس المسألة برضو. امتحتط لك هنا قلت لك كده. اي ده بقى ان شاء الله. بس كده. قلت لك ان الزاوية الف دي بكم درجة? ده مجابش هنا اي ارقام? ملا. بقول لك ان الزاوية ديت يعني الزاوية دي قد الزاوية دي قد يبقى ان تقد بعض. هلأ هما الثلاثة. اصلا بكم? التلاتة الثلاثة حلاتهم كم? معهم كم جنين? معهم كم جندي? مية وتمانين جندي. اللي بقى توزع لهم هم الثلاثة عشان الثلاثة دول بالتساوي. انت واخوك ومنار منا رختك. ايوة? هتقاسم عن الثلاثة. vielä ستين درجة وده اسم مسلس متساول اضلاعة. ده اسمه كده مسلس ايه؟ متساول اضلع. بس كده. يبقى متساول اضلع كل زاوة فيه بكام? بستين درجة. دي كل الافكار اللي كانت متعلقة بالمسلس. طيب. تعال بقى ناخد حاجة جديدة. طبعا لما تلاقي فيه مسلس كده. يعني بتاع مسلس قائم. وتلاقي فيه الزاوة دي. معنى كان الزاوة دي بتسعين. معنى فيه كام بالزاوة بتسعين. اي مسلس اولاد? اي مسلس? عمر ما بيكون بيبقى فيه بس زاوية قائمة واحدة بس. يعني عمرك بتلاقي سلس فيه زاويتين قائمتين. زي دي مثلا. بتلاقي هنا زاوية قامة هنا برضو زاوية قائمة بسموهم سلس. لأ طبعا. وفيه برضو زاوية منفرجة واحدة بس. يبقى فيه زاوية قامة واحدة بس. وفيه زاوية قائمتين غلط. في زاويتين حدتين منفرجتين غلط. طب ممكن يكون في ها زاويتين حدتين اه. يبقى اي مسلس يوجد فيه زاويتان حدتان على الاقل. يعني على الاقل. يعني ممكن تلاقي مسلس فيه تلات زاوية حد. مسلس حد الزاوية زي اللي فوق ده. اهو. دي زاوية حد وده زاوية حد زاوية حد. تلات زاوية. بس اي مسلس يبقى فيه زاوية كانت قائمتين? لا. زاويتان منفرجتين? لا. يبقى انت كده بتكلم في عالم تاني. لا طبعا غلط. ما فيش الكلام ده. خلاص? كده تمام قوي. ناخد اخر فكرة بقى وبعا كان نخش على تمرين كتاب المعصر. ايه بقى? يعني بدل ما نفسم. جيت انا قلت لك يا سيدي. يا سيدي سيدي. ماشي. لا سمت لك الزاوية دي كده او لا سمت لك الخط ده كده. ودي طبعا الزاوية بقى. عمل لي هنا حاجة او لدي حاجة جديدة ودي او مرة تاخدها. ده. الزاوية اللي برا دي. دي اسمها زاوية خارجة. دي اسمها ايه? دي اسمها زاوية خارجة. يبقى تاني. دي زاوية اسمها ايه? زاوية خارجة. والزاوية الخارجة دي يا حبيب قلبي. ونور عينية. بتساوي مجموع بتساوي مجموع قياسات الزاويتان. الداخلتان خطوحش اول. معدى المجاورة لها. يعني ايه? شوف اللي جنبها زاوية لجنبها. اه ده زاوية لجنبها. شوف اللي قصادهم بقى. اللي هي دي ودي. دي الزاوية الخارجة. الزاوية الخارجة اللي برا دي بتساوي دي زاوية دي. يعني ايه? يعني اقدتلك دي مسلا دي بخمسين ودي بستين. يبقى الزاوية الخارجة دهية? بمئة وعشر. مجموع دهو ده. دي معنى كلمة بتساوي مجموع الزاويتان الداخلتين مع ادم مجاورة لها. تاني. تاني انت مش فاهم. تاني الزاوية اللي جنبها. ببستاويش اللي جنبها. مخصمة اللي جنبها. مخاصة مجردها. ع이면 ده شغل سلايف. اه? ده شغل سلايف. ما خاص ما سلفتها. بس بتساوي او بتكلم اللقصاتهم دول. ده زائد ده بيساوي كياس الزاوة الخارجة اللي برا ديت. بيساوي كياس الزاوة الخارجة اللي برا ديت. اوضح بطريقة اوضح حاضر. دلوقتي انا قلت لك اه ان الزاوة ديت بمية وخمسين درجة. ودي بسبعين. يبقى دهب كام? قلت لك ان دي زائد دي يديني اللي برا. لها الزاوة الخارجة دي. مية وخمسين. يبقى المفروض سبعين زائد اي يديني مية وخمسين? مية وخمسين قصة السبعين يديك دي بتمانين. طب قلت لك ما انا عايز الزاوة لجوة دي. دي. عايز زاوية دي. اجيبها الزاوة. قدامك حلين. يبقى ما تقول ان الجيم والباق والالف ديت على استقامة واحدة. الجيم والباق والالف على استقامة واحدة. يبقى قياس الزاوة دي كل على بعدها بتساوي مية وتمانين درجة. دي كل على بعدها زاوة مستقيم بتساوي مية وتمانين درجة. بقت مية وتمانين نقصة مية وخمسين يديك دي بتلاتين. الحل التاني انك ده زاوية ده مسلس. الف باق جيم مسلس. اجمع دي. واجمع دي. واتراحهم مية وتمانين ديك الزاوية اللي جوة اللي واعيزها دي. يا ما انت قدامك حلين? يا ما تقول الجيم والبا والالف على استقامة واحدة يبقى كلاس الزاوية يبقى ده كله على بعدها بتساوي مية وتمينين درجة زاوية مستقيمة. يبقى مية وتمينة وصل مية وخمسين دي تفضلك اللي جنبها دي. انت بتاعي كان نحل كتاب المعاصر. اه تعال خش بس في الصفحة ده ده انا انا عايز ده 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 المهم. ده المهم. النظر ده سهل. تعالك هنا في في بول هنا اوجد كلمة السين. عايز كلاس الزاوية دي هتنبرا جيم. طبعا هاجمع واجمع الى واطرعهم من كام من مية وتمينة درجة دي ما internacional شفها مشكلة. طيب هنا اجب خمسين طب ودي بتسعية صاح ولا لا او بنشوف دي بزاوية على طوب بتسعين زاوية قيمة يبقى اجمع ده واجمع ده واطرعهم من كام من مية وتمينين. يبقى ده كلم اه مية واربعين. هنقول مية وتميني ناصر مية واربعين يحب بالبي يتفضلي ده بكام. باربعين درجة. يبقى دي بك يا بربع الدرجة. اجمع دي واجمع دي واطراحهم يا وتماني. طيب. عايز شوف بقى يركز معايا عشان تعرف طريقة التفكير ازاي. دلوقت همستر عايز الزاوية دي. الزاوية دي جوه المثلس ولا برد المثلس? جوه المثلس. المدام الزاوية جوه المثلس ابقى انت مطلوب منك مهمتين. تجيب الزاوية دي وتجيب الزاوية دي اللي هو المثلس اخواتها التانيين. تاني تاني ركز معايا. المدام طلب منك. المدام مش المدام مدام ايه? مدام طلب منك. طلب منك. الزاوية اللي جوه المثلس يبقى انت المطلوب منك انك تجيب الزاوية اللي جوه دي وازجيب الزاوية دي. طب دي همستر جيب هله وبتسعينه وكتر خيره. كويس قوي. طب ان الزاوية دي اجيبها ازاي? فكر. اجيبها ازاي? فكر. هم? نعمل ايه? اه خدناها في الترمي الاول. شوف دي? البلاكونات قصت بعض. دي اسمها تقاول بالرأس. دي باتنين وخمسين دي برضو باتنين وخمسين. يبني اجمعة دي. واجمعة دي واطراح مئة وتمانين يطلع للزاوية دي. هيطلع لي كمية اتنين واربعين. واطراح مئة وتمانين. يطلع لك الزاوية اللي جوة دي. تعال هنا. عايز الزاوية اللي برا دي? اه زاوية اللي برا. بتساوي مجموعة داخلتين معدنة المجاورة. لا يعني شوف اللي جباة دي. اجيب دي. بس كده. يبقى تاني زاوية الخارجة هي. شوف اللي جباة وحاط اللي قصادها. كده. خمسين زاوية ستين مئة وعشر بدين مئة واشر. طب عايز زاوية الخارجة دي برضو. شوف اللي جباة. وحاط اللي قصادها. اللهم دي. وهي دي. اجمع دول. هطلع بمية وتسعة. مية وتسعة درجة. عز ده لا لا لا. ده جايب الزاوية دي ده جايب الزاوية دي. اه ήب Lily انت متلوم منك مهمتين. انك تجيب دي. وتجيب دي. بدهم جوا المثلس. بدهم تجيب دي. ده اجيب دي. تبدي موجودة. تبدي. تبدي اجيبها ازاي? قدرك حليان. انت مرضي على استقامة واحدة اناة الالو وال الف جيبها على استقامة واحدة. بيض preguntas بمية وتمانين. يبقى مية وتمانين. نقص المية وعشرين. يديك دي بكام? دي بستين. يبقى اجمع دي واجمع دي واطراح مية وتمانين يتفضل لدي. او طريقة تانية. انه دي زاوية خارجة بتساوي مجموعة الزاواتين الداخلاتين. يدي ودي. يعني دي زاق الدين مفوض يديني مية وعشرين. دي زاق الدين مفوض يديني مية وعشرين. يبقى مية وعشرين ناس الستين دي تفضلك دي اهي ادى ستين زائد ستين دي مية واشرين. برضو دي نفس الكلام زي والخارجة بتساوي بص مجموع دي ومجموع دي. اللي جنبها ايه اجيب ده واجيب ده. ايه مفروض خمسة وتلاتين زائد اي دي مية خمسة وعشرين او مية خمسة وعشرين نصل خمسة وتلاتين يتفضلك دي. هنا عايز عايز كرياس الزاوة دي. مع العلم اللي قبلك قال لك دي قد دي. شوف النجمة دي والنجمة دي. شوف الزواء الخارجة. قال لي جنبها ايه? بتساوي دي زائد دي. انتبه دي معنى ايه? المعنى ان ده زائد ده يديني مية. واللي اتنين مع بعض قد بعض. يعني المية تقسم عليه هم اللي اتنين بالتساوي. لان الزوائتين دول قد بعض. يبقى مية على الاتنين يديك كل الواحدة بكلام بخمسين. دي بخمسين وده خمسين. طب عازل اللي جنبها دي. ده على استقامة واحدة يعني يعني مية وتمانين. مية وتمانين نقص المية يديك دي بتمانين. ده كده مدام جيب لك مسلس والتلت زاوية دول قد بعض. بدأ اسم مسلس متساوي الاضلاع. مسلس متساوي الاضلاع بتلاقي التلت زاوية قد بعض يا حبيبي. بتلاقي التلت زاوية قد بعض. معلش ازا كان صوتي عالي شوية لانا انا يعني بحب بشرح كده. وبحب شوط صوتي عشان بناي من المعايا. اه هنا هنا بتلاقي هنا بقولك الزاوية دي قد الزاوية دي قد الزاوية دي معني كان مسلس متساوي الاضلاع. مسلس متساوي الاضلاع. مسلس متساوي الاضلاع بتلاقي كل زاوية فيه بكام 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 بكام. مية وتمانين هتقسم عنهم التلاتة. يبقى دي بستين وده بستين وده بستين. والزاوية الخارجة على طول دي نظرية او نتيجة. الزاواية الخارجة في المثلث مساول اطلع على طول بمية وعشرين درجة. على طول بمية وعشرين درجة. طب تمام? انا عايز الزاوية دي اللي اقول الخارجة دي. اشوف اللي جبه. يبقى دي زائد دي. تلاتين زائد ايه يدين اللي برا دي. تبقى داي erhalten مش موجودة. يمن المفهود اجيب التالت زاواية ده. شوف الزاوية الجوى دي اجيب الزاوية دي. ادي الحتة دي. يابقى مية وتمانين نقص التلاتين يدي مية وخمسين. مية وخمسين هتقسم عليهم الاتنين. دي بخمسة وسبعين ودي بخمسة وسبعين. الزوال خارجة ايه? بتسوي اللي مين? بتسوي الخمسة وسبعين زائد التلاتين. خمسة وسبعين زائد التلاتين يديني كام بمية وخمسة? بمية وخمسة. طيب انا عند الزوال خارجة دي لازمة تجيب دي ولازمة تجيب دي. الزوال خارجة بشوف اللي جنبها وبجيب اللي اقصاده. بجيب دي ولا دي عندي. عشان لو ديه هنا وديه هنا اجمحهم ويطلع لزوى الخارجة. اه. 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 اه اه ايه. ان ده كلها على مضايب على استقامة واحدة. يعني مية وتمانين درجة. يعني مية وتمانين ناصل مية وعشرة يديني ديك كام سبعين. طب الزوى دي مية وتمانين برضو. مية وتمانين ناصل مية وتلاتين يديك ديك كام بخمسين. يبنى اجمع السبعين زيادة الخمسين دي مية وعشرين. بس زاوة دي لبقى بمية وعشرين. دي برضو. عشان اجيب الزاوة لجوة دي لازم اجيب دي ولازم اجيب دي. لا دي عندي ولا دي عندي بس دي زاوة مستقيمة. ودي برضو زاوة مستقيمة. مية وتمانين نقص مية. مية وتمانين نقص مية. يديك ديب تمانين. ومية وتمانين نقص مية وعشرين يديك ديب ستين. اجمع دي. واجمع دي واتراحهم مئة وتمانية يفضل لك الزاوية دي. عندك دي برضو نفس الكلام الزاوية الخارجة برضو دي نفس الكلام. دي مئة وخمسين زاوية الخارجة. اجيب اللي جنبها دي ازاي? كلها على بعضها بمئة وتمانين. مئة وتمانين وخمسين يديك دي بكام بتلاتين. تلاتين زائد خمسة وعشرين اجمعهم واتراحهم مئة وتمانين يديك الزاوية دي. او الزاوية الخارجة دي بتساوية الزاوة دي زائد الزاوة دي. خمسة وعشرين زائد التلاتين بخمسة وخمسة ايه. آآ برضو عندك دي برضو الزاوة دي ات انا عايز الزاوة دي علمت السفام على دي. طبعا اجمع دي. واجمع دي. واطراحهم مية وتمينة عشرين اطلع للزاوة التالتة. هنا اربعين وسبعين مية وعشرة ومية وعشرين. بديك دي بكم بمية بستين. ودي بدي برضو بستين بالايه? بالتقابل بالرأس. طب دي بستين ودي بتاتو خمسين اجيب دي ازاي? اجمع دي واجمع دي واطراحهم مية وتمينة يطلع لي دي. طبعا عز الزاوة دي. دي كله على واحد ده على استقامة واحدة. يعني بكم درجة? بمية وعشرين درجة. مية وعشرين ناصل ستين دي بكم يا ستين. عندك دي برضو الزاوة دي ات عايز الزاوة دي بالتقابل بالرأس ما دي? دي مية وخمستاشر. يبقى اللي جباه دي بكم? مية وخمشر ناصل مية وتمانين. هيديك دي ات بخمسة وستين. بخمسة وستين. هاجمع دي واجمع دي واطراحهم مية وتمانين. هيتفضل دي. ودي هتساوي دي بالتقابل بالرأس. معلش ازا كنت اه يعني سرعت شوية لاني والله انا انا تعبان جدا. ان شاء الله نكمل حسة جابعة التمرين بتاعت المثلث. واشتركوا خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.